طيب تعالى أرجعك على اليابان وزيارة رئيس الوزراء الياباني كشيدة إلى القاهرة وخلونا نستعرض يمكن خلال المؤتمر أو يعني نستعرض جزء من كلمة الرئيس وأيضا من خلال المؤتمر الصحفي المشتركة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية اللي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستقرار خلي بال أو الاستثمار والاستقرار بشكل عام الكلام ده اتكلم فيه الرئيس والكلام ده بحضور رئيس وزراء اليابان يا جماعة العالم أصبح أصغر وأدق من أننا نقول كلام فاضي في المطلق تشكيك عمال على بطال ده كلام فارغ مسألة ما فيهاش هزار خلونا نسمع مقتطف صوتي ونشاهده أيضا ونرجع نكمل الكلام لقد استعرضت مع سيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين وتناولت الفرص الاستثمارية الوعيدة التي توفرها مصر في شتى المجالات ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لدخل مزيد من الاستثمارات في مصر كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهت النظر حول العديد من القداة ذات الاهتمام المشترك طيب ده كلام فخامة الرئيس من خلال مؤتمر الصحفي وإزاي تم استعراض كافة ما تم عمله في مصر وعرضه أمام رئيس الوزراء الياباني عزيزي المشاهد عزيزي المواطن عزيزاتي المشاهدة عزيزاتي المواطنة هو أنت متصور أنه رئيس جمهورية ورئيس وزراء هيعرض أي منهم على الآخر شيء غير وقعي يعني هل إحنا كناس عادية هو وصلنا إلى هذا القدر من السزاجة أنه إحنا نتصور أنه إحنا بنقول كده بس اليابانيين مثلا يعني الوقت هقولنه بس يا جماعة يا جماعة إحنا بنتكلم على علاقات ما بين دول واستعراض مشروعات وعندنا استعراض لخطوات اتعاملت العالم بيبقى عارف عنك بالزبط وبمنتهى الدقة وبأقل علامة عشرية كل حاجة حصلت عندك طيب تعالى أخذك ونروح على العلاقات على المستوى إيه بقى مستوى التقني ومستوى البحث العلمي وأيضا العلاقات على المستوى اللي احنا بنسميها الجامعي والجماعة دي هي بداية البحث العلمي